موسيقى السلام عليكم في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نرى كيف نحدد معادلة المستقيم المار من نقطتين معلومتين إذا نكتعرف معادلة المستقيم أولا المستقيم هو مجموعة من نقطت المستقيمية وهو غير محدود هذه النقط نرمز لها بMXY أو ذات إحداثيات XY التي تحقق المتساوية Y تساوي MX زائد B بما أنها متساوية تحتوي على مجهولين X و Y فإنها تسمى بمعادلة مستقيم إذن هذه المعادلة تسمى بمعادلة المختصرة للمستقيم M يسمى mail الميل أو المعامل الموجه للمستقيم و P يسمى الأرتوب عند الأصل إذن لتحديد معادلة مستقيم انتلاقا من نقطتين معلومتين فإنه يجب فقط تحديد الميل وتحديد الأرتوب عند الأصل إذن لدينا مستقيم يمر من أحد النقط التي إحدثتها XY إذن Y تساوي MX زائد B إذن كيف نحدد معادلة مستقيم انتلاقا من نقطتين معلومتين إذن معادلة مستقيم يمر من نقطتين معلومتين مثلا A ذات إحداثيات XA YA و B ذات إحداثيات XB YB هذه المعادلة المختصرة للمستقيم تكتب على الشكل Y تساوي MX زائد B إذن سوف نحدد أولا الميل الميل هو خارج فرق الأرتوبين على فرق الأفصولين يعني هو أرتوب نقطة B ناقص أرتوب نقطة A على أفصول نقطة B ناقص أفصول نقطة A أو أرتوب نقطة A ناقص أرتوب نقطة B على أفصول نقطة A ناقص أفصول النقطة B حيث XB يخالف XA لأن XB ناقص XA يوجد في المقام ولا يمكن أن يكون مقام يساوي سفر إذن هذا يجب أن يكون أفصول نقطة B يخالف أفصول النقطة A الآن تحديد الأرتوب عند الأصل لدينا المعادلة التالية Y تساوي MX زائد B يعني أن B يساوي Y ناقص MX لأننا نبحث الآن عن قيمة B بما أن النقطة A والنقطة B تنتميان إلى المستقيم هذا يعني أن النقطة A تحقق المعادلة والنقطة B تحقق المعادلة إذن يكفي أن نعود في هذه المعادلة بقيمة بعفصول النقطة A أو 조합 أточوب النقطة ب سنجد B يساوي Y A ناقص M M هو Y B ناقص Y A على X B ناقص X A في X A أو يساوي Y B نعود أو بنعود بإحداثية النقطة B Y B ناقص M الذي يساوي Y B ناقص Y A على X B ناقص X A في X B مثال تحديد معادلة المستقيم يمر من نقطة معلومتين هذا المستقيم يمر من النقطة A ذات إحداثية 2 ثلاثة والنقطة B ذات إحداثية 0.02 الآن نحدد الميل لهذه المعادلة قلنا أن الميل هو فرق الأرتوبين على فرق الأفصولين إذن Y B ناقص Y A على X B ناقص X A الذي يساوي نعود بقيام Y B و Y A وبقيام X B و X A سوف نحصل على 2 ناقص 3 على 0 ناقص 2 إذن تساوي ناقص 1 على 2 التي تساوي 1 على 2 إذن الميل هو 1 على 2 عندما حددنا الميل يمكنه تعويض الميل في هذه المعادلة إذن الآن نحدد الأرتوب عند الأصل Y يساوي 1 على 2 X لأنه قمنا بتحديد الميل الذي يساوي 1 على 2 X زائد P إذن P يساوي Y ناقص 1 على 2 X بما أن A ينتمي إلى المستقيم و B تنتمي إلى المستقيم إذن يكفي أن نعود بقيمة بإحداثية نقطة A في هذه المعادلة أو بإحداثية نقطة B في هذه المعادلة الآن أرتوب نقطة A هو 3 ناقص 1 على 2 الذي هو الميل في أفصول نقطة A هو 2 يساوي أرتوب نقطة B هو 2 ناقص 1 على 2 الذي هو الميل في سفر هو أفصول نقطة B إذن P يساوي 2 ثلاثة ناقص 1 في 2 على 2 1 في 2 يا 2 على 2 تساوي 1 إذن ثلاثة ناقص 1 تساوي 2 أو 2 ناقص 1 على 2 في سفر 1 على 2 في سفر تساوي سفر 2 ناقص سفر يا 2 حصلنا على نفس النتيجة عند تعويض إحداثية نقطتين في المعادلة إذن المعادلة أو معادلة المستقيم الذي يمر من A ذات إحداثيات 2 ثلاثة وB ذات إحداثيات سفر 2 هي Y تساوي 1 على 2X زائد 2 إذن الميل هو 1 على 2 والأرتوب عند الأصل هو 2 والسلام عليكم شكرا على تتبعكم